السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد وكل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم وكل يوم عصير النهاردة اعمل لكم عصير خروب طبعا الخروب ده لفايدة جميلة جدا فويده كتيرة طبعا الاول اقول لكم طريقته وبعدين اقول اه وانا بنشتغل كده اقول لكم على فويد الخروب طبعا هو في من اللي هو بقى الخروب هي الطويلة اللي احنا بنكلها طبعا مباشرة وفيه الخروب اللي يكون متكسر بنجيبه من عند العطار متكسر كده بنفس الطريقة دي وفيه اللي بكون متكسر اكتر من كده بكون عبارة عن بودرة يعني متكسر اكتر طبعا اه انا كان عند الخروب ده فلاقيته مش طاري بصراحة فقلت خلاص انا هعمله عصير يعني هو ده مش جاي متكسر ده انا اللي مكسروه هنا في البيت اه طبعا انا جبت الخروب ده كيلو خروب حطيت عليه اه كباية سكر وهحط عليه لتر مية وهسيبه يغلي اه معاه لدرجة ان هو يعني يغلي فترة نص ساعة على النار ليه الكيلو ده انا هعمل منه كتير لان انا اعتبر انا هحطه اه يعني تقيل مركز وبعد كده انا اطلعه من التلاجة او من الفريزل اخفيفه في مية انا حطيته في حلة كبيرة ليه لان انا مش ها مش ها يعني مش هخفيفه بمية اول حاجة في الخروب عصير الخروب هعمله اللي انا هحط عليه مية واسيبه يغلي على النار وبعد ما يغلي واحس اسيبه بعد الغليان اسيبه بقى لحد ما يبرد خالص 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 في ميته ابدأ اللي انا اقلب فيه واصف فيه هكمله وارجع لكم تاني اول حاجة معلش قبل ما اقفل الفيديو انا هحط عليه المية انا هحط عليه لتر ونص مية كده طبعا ليه انا مكتلتش سكر لان هو السكر هو نفسه هينازل سكر بعد كده انا ازبط السكر بتاعي وهو خروب بيغلي معي على النار شوفوا هتحسوا ان الدبلة خلاص تريد خالص طبعا انا شوفوا ميته لون هاي ساني واحده هوا كده تقين لسه بقى سيبه لما حد ما يقصر مع المية وبعدين هصفيه بالمصفة وهياخد المية بتاعته دي طبعا انا اديته الخروب غسلته الاول قبل ما احطته على النار كده هي ده المية اللي احنا نعمل منها عصير الخروب هسيبه بقى كده يبرد خالص 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 وبعدين اصفيه بالمصفة واوريكوا بقى تكملته ان شاء الله كده ده الخروب بعد ما اتغلى وانا ايه هصفي بالمصفة كده انا صفيته بالمصفة هو ده اللونه ممكن اللي احنا نشربه كده وممكن احنا برضو نعمله بطريقة تانية هعملها لكم بطريقة تانية يبقى طعمه جميل جدا برضو اللي احب ان هو شربه كده طبعا هو مفيد جدا لمرض السكر بس الواحد ما يكترش منه لانه بيخفض نسبة الكروستيرون في الدم لو احنا هنشربه كده من غير ما يضيف له سكر يبقى تمام التمام اللي حابب بقى ان هو يسكره يبقى ايه براحته والواحد ما يكترش منه تاني حاجة لو احنا ممكن نشربه سخن لو حد عنده مثلا كحة او اي حاجة برضو بيكون مفيد برضو في نزلات البرد لو هنشربه سخن احنا كده هنشربه ايه ساقع انا هحطه في التلاجة لاما كده ماشي لسه لسه ما كملتش الفيديو انا لسه هعمل هضيف له حاجة اتخليه طعمه رائع يبقى احنا ممكن هاده يشربه كده ممكن هنضيف له حاجة تانية وخلي بالكوا ان ده بيعمل بقى الخروب بيوط الضغط الى الناس اللي هم ضغطوهم مرتفع بس برضو الواحد ما يكترش منه هو كده انا حطيت يعني احب السكر صغير بس هو مسكر خالص لو هو بقى كده تقيل انا ممكن هعينه في كسين في الفريزر واعمل على قدي وكل لما اعوز اطلع ايه براحتي من الفريزر واضربه في الخلاط بالخلط اللي انا اقول لكم ايه عليها هسيبكم بقى دلوقتي واروح احطه في الشفشة الخلاط ونضربه واقول لكم احنا عملنا ايه وده الخروب بتاعي حطيته في الخلاط بعد ما صفيته وهضف له علبة زبادي وهضربه في الخلاط طبعا انا مش هسكره قوي ولا هحط له سكر لان احنا بنحب العصاير نقص سكر شوية وهو كده هيبقى طبيعي جدا مفيد جدا لشاشة العظام وطبعا ممكن تتصفحوا على النت وتشوفوا ايه دل خروب على فكرة جميل جدا وهو موجود عند كل العطارين موجود منه الصحيح وموجود منه المطحون وهضربه في الخلاط وارجع لكم تاني بعلبة الزبادي هضرب الخروب وبكده خلاص الخروب بتاعي خلص عملت عصير اللي عاوز اشرب من غير زبادي ده الخروب من غير الزبادي واللي عاوز ياكله بياكله صحيح زي ما هو طعمه جميل جدا واللي عاوز اعمله بالزبادي وطعمه رائع بالزبادي فعلا الله ويجربوه مش هتندمه وأحلى طريقة لعصير الخروب وفي النهاية ما تنسوش تعملوه لايك وشير واشتراك للقناة ويجربوه بإذن الله عجبكو ولا إله إلا الله اشتركوا في القناة